اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ممكن لغاية تمال لعيدها طيب أنا شاف إن ده حاجة وسطية ممتازة ولا هم تلاتة قليلين ولا هم سبعة أو تمانية أكتور ليه ما نفتحش؟ علشان منتخب مصر علشان عايزة لعيبة المصريين تلعب ولكن في نقطة ممكن تكون خافية عن الناس إحنا لو فتحنا هنطلع على لعبيتنا بره الله عليك كنت رسة جاي لك هي دي بس النيزة الوحيدة في الموضوع ده هتطر تصدر أيوه هو يبقى منتخب مصر الكيس باكتر صح دي نقطة مهمة جدا بس مش كل الأن دي هتعمل كده ما هيطر يعمل كده ما اللقتي بقى يعني اللقتي عمالي يجيب فيها جانب اللعيبة المصريدة هيوديها فين طب خلاص هوافق إنها هتحترف هو في الأولى كريم برضو عايزين نقول إن الدولة لمصر شكله تغير يعني الأول كالأهل والزمالك هم اللي بيحتفظوا باللعيبة بياخدوا من اللعيبة التانية صح هم مش عايزين لأ الناس دي كلها حتى أمالها في بطولات بيحاولوا يقوّلوا في قوات بتاعهم عشان يجيب بطولات صح فعشان كده هتلاقي إن اللعيب الكويس برضو هيحتفظ وبيبش هيبقوا صح حتى أمبي ما بيبيعش دلوقتي أمبي بيعير مثلا بيعمل حاجة زي لا ده بالعكس ده أمبي يعني أكتر النادي لما تعوز منه أي لعب هيدهولك بس يدهولك بقى بالطرق و أنت وشطرتك شطرت مين أنت وشطرت اللي بيشتري عرفت تاخده بشروطك أوكي عرفت تاخده بشروطهم برضو أوكي في الآخر أنت بتشتري من تاجر شطر بالمناسبة الزمالك خد زياد كمال بشطارة من أمبي ولا أمبي اللي كان شطر مع الزمالك بصة كريم يعني إحنا لو رجعنا لحتية الزمالك تحديدا في يناير زمالك اتفك القد بتاعه 25 يناير وكان فضل خمسة أيام وكنت أنت بتحاول تعمل سكواد ما كانش يعني سكواد كان ضعيف جدا يعني كنت بتحاول تعمل سكواد فكان اللعيب المتاح اللي تعرف تجيبه وبرضه بتنساش حاجة تانية كنا لسه دافعين نادي الزمالك كان لسه دافع مليون وستمائة ألف يورو لسبورت انجليش بونا كانت رقم رهيب طبعا فأنت ولا في لعيبة ولا في وقت ودافع كل الفلوس ففي بجت معين زهارة جدا وفروض تعامل بها فريق فأنت جبت في فترة خمسة أيام حدوش هاللعيب في منهم حاجات كانت ممتازة في حاجات ما كانتش على المستوى في حاجات تعقداتها كانت سهلة وجميلة في حاجات عايزة صبر في حاجات عايزة صبر بس ان انت تبقى مثلا معاك X amount تجيب فيه عدد معالم اللعيبة كل ده نجحات يا جماعة مجلس دارة الزمالك ده والله مش عشان أنا زبالكاي ولا قريب منهم لازم يتعمل لهم تماثيل لازم يتعمل لهم تماثيل في اللي بيعملوه مفيش حد ما بيغلطش أكيد فيه أخطاء ولو بسيطة لكن في الآخر احنا النهاردة بقى لهم سنة جايبين بتلطين قرياتين والكاس السوبر ضاع برضو ضربات جازة طيب نخش في الأجانب بتوع الدولة المصر لو لحنا عندنا كم أجنبي في الدولة المصر الأجانب في الدولة المصر احنا عندنا 106 لعيب أجنبي 106 لعيب أجنبي من إجمالي 609 لعيب بنسبة 17.4 من 10 دي نسبة كبيرة ولا قليلة لأ دي نسبة تعتبر مش كبيرة خالص مقارنة بالدور السعودي دور السعودي 507 لعيب فيهم 169 لعيب أجنبي 33% نسبة اللعيب الأجانب في الدولة السعودي دي الأرقام دي النسب بتاعت الدور المصري والدور السعودي النسبة 17.4 دي نسبة الأجانب في الدور المصري وانش شافة دي نسبة عدية نسبة عدية يعني كويسة جدا المناسبة معقولة يعني ما نقدرش نون كبيرة ونقدرش نون ليا ليا معقولة المهم من المية وفتة لعيب دول مين بقى اللعيبة اللي هدونا منهم أداء قوي يعني في فرق مثلا النادي الأهلي عنده سام بن علي النادي الزمالك عنده عمر فرج فدولة اتنين نجوم من تخف فلسطين الأرقام دي بقى الأرقام دي وسام ابو علي يعني لعيب أنا أعتقد أنه هو دي النقطة اللي كانت نقفة الأهلي من زمان اللعيب المهاجم الهدف اللي هو الأهلي بيدور عليه في وجهة نظري يعني من بعد عمرد مدعب وفلسطين صح تمام وفي مميزات كتيرة جدا 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 التعاماته قوية لعيب كورة تحت رجل وبيعمل فيها حاجات قوية جدا الأرقام اللي مكتوبة قدامي دي دي أرقام دي بالنسبة لترانسفير ماركت آه دي مكتوبة من الترانسفير ماركت آه طمام بس هي مش مزبوطة دقيقة على الأرقام الحقيقية آه انت بتاخد المتوصل عشان الأرقام دي عشموه لنا بشكل راسي آه عشان الله ينور عليك لكن دي الأرقام دي كلها اللي احنا جايبينها النهاردة آه نقلا عن ترانسفير ماركت ممتاز بس كده فدول الأجانب بتوع النادي الأهلي حاليا النادي الأهلي برضو جاب يحيي عطيرة الله آه وده باكليفت يعني أنا شايف انه هو آه أقرب بديل لعلي معلول وإن كنت شايف ان يعلي معلول صعب يتعوض في تاريخ النادي الأهلي كله باكليفت من على طراز عالي جدا طبعا يحيي عطيرة الله احنا عارفينه من قبل كده لما كان بلعب في المغرب هاي لعيب متميز جدا جدا هاي وراح فترة روسيا وانا شايف انه هو هي هيعمل شغل كويس جدا مع النادي الأهلي دول أجانب الأهلي آه أشرف دالي طبعا لسه احنا ما شوفناهوش مع النادي الأهلي آه لكن ده برضو انا توقع له ونجاح مزهل في النجاح صحيح شارك مع مغرب رمي عائل ولكن دايما الإصابات بتعطل مسيرة اللاعب فنتمنى يعني ان الإصابة بتاعته تبقى خفيفة ويرجع يلعب عشان عايزين نستمتع صح بس كده نخش على أجانب الزمالك أجانب الزمالك انت عارف يعني أنا عندي بس زمالك دلوقتي عمزة حمزة المسلوسي بس في الديني الجزيلي وسامسون أكينيول لو في عمر فرج كمان وفي عمر فرج ما بيعتبرش أجنبي وفي محمود بنتيك ومش لك تمام انت عارف يعني احانا برضو زي ما بيقول لعيب الأفريقي احانا بيبقى نعمة احانا في لعيب أفريقي بيبقى نغمى طبعا يعني برضو يعني طبعا نتكلم على سامسون اه بس كلم على سامسون لأن احنا النهاردة نادي الزمالك مش عارف يجيب لعيب أجنبي خامس يستفيد بيه لأن في مكان متاخد وسامسون مش عايز يتنزل عن فلوسه وسامسون بيحاول لي هل عندك معلومة سامسون ليه كم أصلا عند زمالك اللي هو عايزهم؟ حوالي باش تاخدش مني معلومة حوالي مليون ومئة ألف دولار عايز مليون ومئة ألف دولار اه ده اللي هي قيمة عقده السنة دي والسنة الجاهدة خد كم تقريبا سامسون من سنة جنال الزمالك؟ تقريبا خدتهم من مئة ألف دولار اه معماتش بهم أي حاجة خالص يعني فيه سؤال تاني سألهو لي هو سامسون كان بياخد كم قبل ما يجي الزمالك؟ ده بدأ أحلى والله اه يعني هو عدو الأول في الزمالك كم في السنة؟ يعني برضو ما تاخدش مني أرقام دقيقة بس يعني تلتمية وخمسين ربعمية وخمسين خمسمية وخمسين كده اه في الرجدة اه كم بياخد كم قبل كده؟ تلات تلاف يورو في الشهر في الشهر؟ في الشهر اه في فنزويلة اه بعد كده يخد هنا أربعة ونصف تقريباً اه 350 ألف يورو ومائة وخمسين اه ده السلام ده السلام ما بولا في لعيبة أحياناً بتبقى؟ مرزقة لعيبة مرزقة خلالي اتكلم برضو نحاول اتكلم على محمود بنتاك محمود بنتاك برضو احنا اتفرجنا عليه لما كان في المغرب اللعيب ده لعيب مبهر يا كريم لعيب مبهر مفجأة كمان اه لا هو مش مفجأة وحكو لنا عارفينه واختياره كان دقيق جداً لا لا مفجأة على الجميل المصدر في ناس كتير شكت انه بنتاك ممكن يقدم على الزمالك مقدمش مستوى كبير في فرنسا وكان عنده إصابات فقالك مش هي هي برضو هارجع لنقطة اشوف ده هي الإصابات بنتاك لو تخطى قصة الإصابات ده ده هيبقى مكسب للزمالك مع وجود فتوح مع وجود محمد حمدي الناحية الشمال دي هتبقى قوية 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 في نادي الزمالك بطريقة صعبة جداً عايزة أقولك حاجة كريم انه أغلبية أغلبية المراكز اللي هو كل الاندياب تدور عليها بتلفت من المراكز اللي نقصة جداً في مصر طبعاً فيش لعبين مصرين كتبين فلما نادي الزمالك يبقى عنده جابهة باللعيبة دي أعتقد ان دي هتفيده جداً في الفترة اللي جاية طيب بمناسبة أجانب نادي الزمالك الزمالك هل عندك معلومة أو تسمع معلومة هل فعلا الزمالك مازال يفكر في أشرف بن شرقي؟ هو الزمالك مازال يفكر في جناح شبال جناح شبال حلوة دلوقتي أشرف بن شرقي أنا مقدرش أتكلم عليه أنا مقدرش أتكرم عليه لأنه هو رجل متعقد في النادي صح الوحيد اللي كانت بتتردد عليه الأسامي وفي إيجارية اللاعب اللي هو كان بيلعب في فاربور وريدنج صح لكن أشرف بن شرقي قبل يناير وقبل ناديه ما يصيبه انت مقدرش تكلم عليه إلا لو هتروح تشتري بالناديه أو الناديه هيصيبه لو الناديه غالبا هيصيبه دي يعني برضو لتعاقضية نادي الزمالك ما يقدرش يكلمه أساساً في الفترة دي عشان ما عشان ما بتعاقد مع نادي تاني لا أعصد إنه أشرف بن شرقي كده كده وكان متعايد مع فريطة القطرية دي لعب بطولة أسية بس لا هو سنة أه سنة تعاقد لمدة عام سنة سنة ما تقيدش محلية وبيلعب أسية هل ممكن يسيبوه في أي وقت لو موقفهم في أسية مش كويس فممكن يسيبوه هل ساعتها الزمالك ممكن يدخل في الأمر أعتقد هيبقى من الأوبشاد اللي بتروحة على نادي الزمالك وساعتها يعني الاختيار بيبقى لجنة الكورة والجوزيجوميز ويشوفوا إيه القرار اللي هو جوزيجوميز مواجب قوي بإيجارية قوي مواجب قوي بقى بس هو جوزيجوميز يعني نقصه حكتين يا كريم عارف نقصه مين؟ نقصه سامي الشيشين ومحمد صبري عارف بقى عايز لعيب رقم ستة زي سامي الشيشيني لو بيمسك الكورة ويطلع من تحت ويلعب الفرقة كلها ونقصه محمد صبري وينجليفت واحد لواحد بيرقص ورجل رايح عالجون انت لو جبتله العيب زي ده والعيب زي ده اعتقد فرقة الزبالك هتبقى كتملت هو عايز ده هو عايز ده هو شايف إيجارية ان هو العيب حريف إيجارية محمد صبري؟ اه يعني إيجارية بقى محمد صبري هو العيب الحريف اللي هو بيرقص ويدخل ويشوت طب هو كان مش ليه اصلا لما تجاب شوية قاعد يعمل اقتبارات كده هو عمل الكشف الطبي ومش الواحده مش الواحده؟ مش الواحده لانه برضه مش مفهوم بس ما عندوش مشاكل؟ لا 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 ففيش اي مشاكل خالص خالص هو كان جاي على حساب وكيله وقعد ومشيهو خالص ويعني ما توقفش بس والد انه يرجع تاني؟ والد انه يرجع بس انت الزمالك بيقدرش يعمل اي حاجة غير لما يمشي محترف من عنده هاي اي رأيك في مش لك؟ مش لك اكيد لعيب كويس بس هو برضه هل هو ده اكيد لعيب كويس؟ اكيد لعيب كويس اكيد لعيب كويس لانه كان في الدولة التركية ماشي كويس كان في الدولة السعودية ماشي كويس بس هل هو ده اللاعب اللي هو محتاجه المدرب اللي ماشي مع خطة المدرب هو ده اللي احنا هنشوفه يعني انا مش مع الحق ان احنا نحكم على لعيب اجنبي بعد مطشق او اثنين هو بس للأسف عشان بنتايج من اول مطشق من اول خمس دقايق نور قوي قوي فكله مستني لا يعني برضه نوعية اللاعب البولندي دي اول مرة يعني انا اول مرة اشوفها في مصر زمان كالنادي المصري بيجيب لعيبة من البانيا تمام لكن البولندي ده انا اول مرة اشوفه انا شخصيا في مصر فشايف ان هو لسه يعني محتاج شوية تأقلم معاه اقدر اقول لك النادي الزمالك بقى استفاد بحاجة وعمل حاجة ذكية جدا اللعيبة اللي تحت السن هو جابت مين؟ نهاردة كان عنده او الناس كانت بتقول ان فيه مشكلة في مركز المساك جوميز اتفرج على جيفرسون كوستا وده لعيب كويس قوي من ناشئين بمفيكا وبعد كده راح نادي تابع بمفيكا برضه في الدرجة الثالثة في البرتغال ولعب فجوميز شافه وعينه جابته فهو جابه رعيب تحت السن بس اقفله حتة مركز المساك لو ازنق هو موجود تمام بعد مغالاة الاندية المصرية في طلباتها يعني اصحار اللعيبة في مصر بقيت ملاش بقياس لا بقيت اغلى من اللعيبة اللي انت بقيت ايما من اوروبا اه فخلص فانت نهاردة انا لعيب انا كنت عايز وفي اندية برضه يعني انا كنت عايز محمد اسماعيل مثلا بزد مرضيش يتبيعو فانا رحت عوضت محمد اسماعيل بلعيب زغير تمام نكلفنيش حاجة مكلفه مرتبه لعيب فري وهيبتدي يشتغل معهم وانا برضه لازم لعيب اللي تحت السن تحديدا ده انا اصبر عليه ايوا لعيب 18 سنة او 19 سنة انا شوفت جيفرسون على فاكش شفت له فيديوهات لعيب مميز جدا في الخلوج بالكورة لعيب قوي بس عنده مشاكل جمع في التمركز في منطقة الدفاع اعتقد انه محتاج اللي انت بتقول ده عليه ومحتاج صبر ومحتاج جوزي جميز يشتغل معه شوية وبعد كده ممكن تاخده مدفع مثالي يعني انا اسألك سؤالي كريم معلش احنا قلبنا القصة لا يلا حسام عبد المجيد ايه قبل جميز وايه بعد جميز صح حسام عبد المجيد اللوات واحد من اعام المدفعين في مصر طبعا حسام عبد المجيد النهاردة يعني فوجة نظري انا بعد ما محمد عبد المنعم مشي هو رقم واحد في مصر لعيب بيقوم بأدواره على اكمل وجه ممكن احسن مرام الربيعة دي وجهة نظر اه انت عشان عبد المجيد احسن مدفع احسن مصر حبيبا اه اه انا كنت عايز اسألك على حاجة مهمة بس قبل ما اخرج من دي لانت قلت نقطة مهمة او المغالاة الانداية في مصر في اللعيبة بتاعتها مش دي جزئية برضو لو فتحنا فكرة الاحتراف الاجانب اللي يجو مصر يخلي السوق بتاعنا يتزبت شوية يعني دلوقتي لما اتجيب اجانب كتير من بره فايجي بقى اللي بيغالي دا واتيقولك لا انا مش اغالي اول تيجي انت النادي الفلاني تقولي اللاعب دوت بكزا زي حراس المرمى مثلا في مصر حراس المرمى في مصر عاملة نادرة تيجي تشتري حارس مرمى صعب اصلا انك تشتري حارس مرمى صعب انك تلاقي حارس مرمى بالضبط هي بقى 3 ا 4 اللي موجودين وكل الاداية بتلفى حواليه وما حاج بيسيب الحارس الكويس اللي معاه لما انت تيجي تشتري من بره هيقولك لا اخد الحارس بتاعها اهو زي الفل ما انت هممكن تشتري حارس من بره انا عايز اقولك يا كريم ان اللاعب الفلسطيني بتحاسب مصر اه لو انت روح تجيبت حارس فلسطيني الاتحاد الكرة ما مافقش اهو ما هو الحارس دا بقى ريد لاين خطة احمر تمو المهاجم ريد لاين الحارس دا عشان هو مركز واحد معلش احنا عندنا مجميل في مصر عنا رجل مصطفى محمد اللي بره انا شاف ان حسام اشرف هيبقى مهاجم كبير حسام اشرف دا هيبقى مهاجم كبير جدا وهياخد فرصته على فكرة يعني هو فيه كلام كتير بتقال بس هو مش اكيد كل الكلام ببقى صح اه زي ايه لا حسام اشرف الرجل بيتمرر ان فرصته هتيجي وهياخدها وهيبقى احسن مهاجم في مصر اه احسن مهاجم في مصر لان دا دي من نوعية المهاجم اللي بيتحرك كويس على الكرة بيشوف اوي يعني يعرف يفتح اللعب شمال ويمين محطة مهمة جدا اللي اعتقدن عصام اشرف يبقى عن المهاجمين المتميزين جدا طيب اعيزة انط معاك عالطول بقى احنا عندنا الجنسيات في الدوري المصري اللي عايزة توني السبعة، ودفوار ستة، وفلسطين ستة، والسنغال أربعة آه، طمام؟ فأنا شايف إن إحنا برضو روحنا كتير قوي لشبال أفريقيا أربعة، تلاتة بنين، بوركينا تلاتة، كونغو ديمقراطية اتنين، جنوب أفريقيا اتنين، أسيوبيا اتنين، وغينيا بيساو اتنين آه، روحنا لشبال أفريقيا كتير روحنا لشبال أفريقيا كتير، ليه بقى؟ في الأول ما كانوش بينجاحوا معنا نهاردة، لا، كل اللعيبة اللي بتيجي من شبال أفريقيا، بلاش كله تسعين في المية أو تمين في المية من اللعيبة بتصيب حاجات كويسة، يعني أنا شايف إن الأساسي في الموضوع ده، اللي خلنا نتجه لشبال أفريقيا، نجاح علي معلول، نجاح فرجاني ساسي، نجاح أشرف بن شرقي صحيح التلاتة دول، خلوا كل الفرق تتجه لشبال أفريقيا، وفيه برضو جلاصي لما كان هنا في المصري، ودغموم في المصري طبعا، لا، فلعيبة شبال أفريقيا، خلاص، ابتدينا نعرف نجيب لعيبة كويسة، ابتديت لعيبة العرب وليد الكارتي كمان عمل شغلة عظيم مع بنا وليد الكارتي ده لعيب، والشيبي، بس وليد الكارتي ده لعيب ممكن تقعد تتفرج عليه واتفرجش على المطشق تقعد تتفرج عليه بس هو كده، لعيب كبير جدا، والشيبي أنا شايفه من أحسن الباكات الرايت اللي دخلت مصر باك رأيت على مستوى مش ممكن يعني، صحيح، صحيح، طيب ده فيما يخص الجنسيات، جنسيات الأجانب في الدولة المصري، أسألك على المدربين بقى؟ مدربين، احنا عندنا أربع مدربين أجانب في الدولة المصري، عندنا مارسل كوران من سويسرا، عندنا جوزيجو ميز من البرتغال، عندنا يرشيتش من كرواتيا، وعندنا بابا فاسيليو من الاتحال، بابا فاسيليو ده مصري بتحبه وهو بيحب مصر، يعني كل ما يطلع يعني هو بيس يغزد المحلة، بعد كده مسك البنك الأهلي، وبعد كده مسك النهاردة الاتحاد، وأنا أتوقع يعني إنه هو مع الاتحاد هيعمل شغل كويس أوي، ده مدرب كويس، ومدرب بيعرف يتعامل مع اللعب المصري، تمام؟ ودي أشار طرق اللي يدعوه بي، آه يعني بس مارسل كوران مدرب يعني أنا عايز يعني أنا نفسي أعرف هل هو أفادي النادي الأهلي ولا النادي الأهلي هو اللي أفادي مارسل كوران، أنت رأيك إيه؟ لا، أنا رأيي إن النادي الأهلي هو اللي أفادي مارسل كوران، يعني أنا عايز مارسل كوران ما يطلع من النادي الأهلي، أنا أتفرج عليه أشوف هو يعمل إيه في النادي الأهلي؟ مدرب النمس، مدرب منتخب إيه؟ لا، أنا عايز أشوف هو يعمل إيه بعد ما يطلع من النادي الأهلي، يعني هو أخذ في النادي الأهلي بطولات يتيلة جداً، تمام؟ فهو عايز أشوفه بره هيعمل إيه تمام جزي جميز الراجل يعني قدام الناس كلها عمل أسلوب لعب جديد إنه هو يعرف إمتى يبطأ المطش يعرف إمتى يسرع المطش يعرف إمتى يكسب يعرف إمتى يطلع بالمطش زي ما هو عايز وده أنا شايفه إنه هو مدرب ممكن أساكسول راجل مثلاً بتدير شغلك تمام بتدير شغلك ومعك ناس بتشتغل معك مظبوط مش فيه ناس تحت إيديك بتشتغل معك تمام لما بتنجح في شغلك تمام بيقولوا الناس اللي بتشتغل مع سمير هما اللي نجحوه وسمير مالوش لازمة مش هو السبب ولا سمير كقائد ومدير لهذه المنظومة هو له الأولوية في إنه حننسي بليه النجاح عمتاً يعني في كل حاجة هو أنا هقول إن المجموعة اللي معي هي اللي نجحتني طبعاً يعني أنا مش هقول مش هنسب النجاح لنا بس لو معهمش مدير الشاطر عمرهم ما ينجحوا حتى لو هما كلهم وهو بين حتى لو هما كلهم وهو بين هو دا ينطبق على مرسي كله وينطبق زمان على مانوول جوزيه إنه مرضو كان بتقال إنه مانوول جوزيه كان وقتاً معجيل زابت طب لو ما كانش مدرب هو زاكي هو مدير شاطر للمجموعة دي اسمه مدير فني طب بتصصر بإيه لما راح مانوول جوزيه منتخب أنجولا راح اتحاد جدة ما عملش النجاحات اللي عملها في الناديل معهوش العناصر اللي كانت تنجحه سواء كمنظومة إدارية أو ملعبين ما عايزة بقولك هي منظومة كاملة أنا مش بقولك إن المدرب بيينجح له أحده أو اللعبة بتنجح له أحدهم ما فاجأ نفس الأمر جوزيه جوزيه ميز جوزيه ميز هو مدرب كويس جد ورائع جد بس طول الوقت هيبقى محتاج أدوات وطول الوقت بيطلب أدوات لو ما توفقت لهش أدوات جوزيه جوزيه ميز لما راح لما كان فأل ميلاية كان إيه مطلوب منه بقاء الفريق في الدوري قاعد في الدوري راح أهلي جدة كان إيه المطلوب منه يفوز بكاس السوبر فاز بكاس السوبر جي نادي الزمالك إيه المطلوب منه الفوز بالبطولات القرية والبطولات المحلية إيه دي ربنا يعني وفقه فاز وبطولتين قريتين طبعا طبعا فده راجل أنا عارف هيطلع يعني بيروح أي مكان بيعمل التارجد بتاع الفريق بتاعه طمام فخلينا نشوف هيعمل إيه طمام بس أنا شايف برضو أن جزيج وميز أضاف كتير للنديل سنة أكيد 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 مدرب مدرب رائع رائع جدا يعني طيب هتروح دلوقتي على تقييم المحترفين الأسبوع دوت ولا عندك حاجة تانية قبلها عايز أقول بس على يورتشتش هو بدرب كويس قوي أيوة طمام بس هو نقصها حاجة كده يعني أنا نفسي مش عارف أقول إيه اللي نقصه عشان يوصل بفرقة بيرامدس للطوب لفيل أولا أنا عايز أحيي المسؤولين عن البرامدس لأن هم بيعملوا صفقات مش طبيعية حديدا الأجانب حديدا الأجانب يعني هم عندهم فعلا أنا راحوا متكلم الأجانب عندهم الشيبي وواليد الكارتي لا توري بست المييلي بست المييلي ده أنا شايف أنه هو مهاجم برضو من أحسن المهاجمين اللي جوم مصر مهاجم زي الكتاب ما بيقول طمام فهم أن هم بيعرفوا يختاروا اللعيبة دي ويعرفوا اللعيبة دي هي اللي بتفيتهم في الفريق لكن ماذا ينقص بيرامدس للفوز بالبطلات ماذا يجابه كمان صديق أجولة ولعيب جامل جد صديق أجولة ده يعني أنا بقول للناس كلها هصبروا عليه بس عشان بيقولك مش هينجح في بيرامدس لأ اصبطوا عليهم لا صديق أجولة ده هينجح في أي مكان هيروف صح من أحسن المحترفين ايه اللي نقصوا عشان يفوز بالبطلات اه انت شايف ايه أنا شايف نقص بيرامدس الجمهور طبيعي بس حالس حدود خد بطولات مقاولين خد بطولات أنا بقولك برضو في أندت يعني مؤسسات وشركات قدروا ياخدوا بطولاتهم من غير جماهير عم سبيل المسال يعني يعني آخر سموحة خد بطولة بس أنا بتكلم يعني كدوري اه يعني أنا ما شفتش حد خد غير الآهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولين واحد وتمانين اه بالظبط المقاولين واحد وتمانين دي قصة تانية اه نادي الزمالك صارف كام في الترانسفير السنة دي اه كام نادي الأهلي مشتري أشرف داري مشتري واخد إعارة يا حياء عطيت الله اه مشتري عمر الساعي تمام يعني الكلمات اللي أنا قلت وهم لك دول اه يعني من 150 إلى 200 مليون تمام نادي بيرامدس جايب صديق جولة جايب عبد الرحمن مجدي اه وآخرين اه وآخرين برضو بتكلم في نفس الكلام صحيح نادي الزمالك طلع من خزنته كام في الانتقالات اللي فاتت كام ثلاثة مليون جنيه ثلاثة مليون جنيه ثلاثة مليون جنيه اعارة محمد حمدي اه جايب مشلاك اعارة بلاش جايب محمود بن تايج اعارة بلاش اه جايب سيدي نضاي و جيفرسون كوستب بلاش اه جايب عمر فرج اول قصة السنة الجاية اه فدي تحية يعني للمسؤولين عن نادي الزمالك انهم عملوا سكواد برضو بارقام الهلة جدا وده برضو انا مش 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 بحملهم زنب لانهم دفعوا قديه فلوس في فتر الانتقالات سؤال عشان الاياب كتير بيننا ان شاء الله ان شاء الله مع بعض كل اسبوع ان شاء الله الزمالك هي نفسها الدولي بالقائمة الحالية دولي السنة دي صعوبته الدور التاني مش الدور الاول دور التاني مش الدور الاول يعني النهاردة لو الاهلي او الزمالك او برامتس اللي يخسر نقط يعني 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 يعجريت يقسرهم في الفرق اللي هتبقى من التسعة اللي تحت خلي بالاك من دي كاما اللي التسعة اللي تحت ما يقسرش منع الفرق اللي فوق صح عشان دول المنافسين المباشرين ليه فهم لكن لا انت هتشوف دوري صعب جدا في حاجات وفي حاجات عليها طبعا النقط معينة اللي هي من السادس للتسعة ومن التسع للason اللي هي الفرق اللي هي بقى بتلعب ولا هي عتاكد مربع ولا هي اعطيه بط دي هيبقى موقفها ايه؟ طيب دي هيبقى موقفها صعب جدا عشان الحق بقى عايزين افضل اجانب في الجولة الاولى من الدب طبعا افضل اجانب يعني لازم نقول انه سامو ابو علي ده رقم واحد الجولة الاولانية راجل احرص ده فين؟ ورجل يعني توقيتات اهدافه كانت هي صح يعني التوقيت بتاع الجون التاني والتالي دول يعني نهاية الشهد الاول اول الشهد التاني خلاص انت كده خلصت الماتسي انت لو كنت اتأخرت شوية في الجون ده طبعا الالتحامات والكرات العرضية هتقولنا الارقامة شباب الالتحامات والكرات العرضية بتاعت بتاعت وسام مش طبيعية سدد اربع كور تلاتة منهم بين التلاتة خشبات منهم اتنين جنين فنسبة خمسين في المية طبعا دي حيلة اهو ده اقام وسامعي اه بيراوغ مراوغتين اثمين مية في المية فكل الحاجات دي بتقول انه هو لعيب كبير تلاتة مفتاحية كمان اهو مثلو كمان انه بيصنع وبيعمل تلاتة مفتاحية انه هو بيلعب لزميله كمان كويسة اه هو لعب مش بس هو مهاجم بيعرف يسجل لا بيعرف يلعب مع زميله كويسة اه يعني احنا طيب ده رقم واحد رقم اتنين رقم اتنين عندي شكودي من بتروجيت اه شكودي من بتروجيت ده ده اساسا معار من سراميكا انا عايز اقول لك يعني ان اسراميكا من احسن الفرق اللي في مصر اللي بتجيب العيب اكل صح صح فعلا كل اللي عيب اهو مساعدة مقدش بيجيبه اجانب كويسين خالص خالص بعد تاني سنة بدأوا يشتروا اجانب كويسين لا يعني انا عايز اقول لك انه هم عندهم اجانب تحت السن كمان ممتازين ممتازين ارقام اهي في الجولة هو جاب جون في بيرامتس وعمل من الثلاث خشبات اعمل واحد سرو والتحامات الهوائية يعني ثلاثة ثلاثة نجاح 65% دي برضو تعتبر كويسة في ماتش ضد بيرامتس صح وهنتفرج عليه لان الشيكودي ده برضو هيبقى من اللعيبة الكويسة جدا جدا هاي التالت تالت ايمانوال اي بي ده من الاتحاد وده برضو انا بقول لك اهو يعني خلينا فاكرين ان ايمانوال اي بي ده يعني مش هيخلص الدوري قبل من عشر لاثنشر جون ياه رايح الجون على طول هاي يعني ده لما بيمسك الكورة يا كريم اه عارف هو راح فين هاي 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 يعني يعود يعود ما بقول لوله اه هو طريقة لعبه مختلفة هو بينزل من تحته بياخد الكورة وبيروح للجون وبلوله كان لعب تسعى صريح لكن ده هيبقى لعبها الداف ويبقى لعب مهم جدا هاي هاي مين افضل مدرب في الجولة الأولى اه انا في وجه اتنظري اني مارسل كورر وجميز الاثنين متساويين اه لاني مفيش ظروف هتعدي على الزمالك أصعب من المطش ده اتنين ضربة جزاء اتنين لعبه بيطلعوا مصابين اه مطش صعب جدا مطش صعب جدا جدا مارسل كورر طبعا الشوت الأول في المطش كان في مطش سراميكا كان الموضوع صعب جدا لكن برضو تغيير منه قلب الدنيا كلها يعرف يديل المطش صح ويعرف ينجح الفريق طيب السؤال الآن الآن واحنا اتفقنا على الكلام دوت وحنا عديم بنتاردش لو تجمين افضل تلات محترفين جوم الدولي المصري طب انا اقول التلاتة بتوعي وانت تقولي التلاتة بتوعي بس انا في وجهة نظري اه احسن محترف جيف تاريخ الدولي المصري امانوالي امانوكي حلو ده لعيب لعيب في برسلونة يعني انا مش ولعيب خد بيدليا زابية في اولمبياد اهو ده لعيب كبير قوي اه طبعا انا عايز اقول برضو ان يعني ده كان العين الكابتن الله يرحمه الكابتن حمد امام كان بلعبوا هنا منتخب ناجريا الف تسعمائة وع تسعيين فضلت لعب افريقيا هاي اعايز اقول لك ان هم بالليل كانوا رايحين يجيبوا امانويل وبابا انجيدة يا الله بابا انجيدة عبال ما وصلوا وكان بابا انجيد راح اكس اه فكانوا هيجيبوا امانويل وبابا انجيد حلو دي امانويل اه جابوا امانويل وامانويل قصر الدنيا هاي للتاني تاني واحد علي معلول علي معلول علي معلول لعيب قبل ما يكون لعيب كورة شخصيته صح لعيب يعرف يعمل كل حاجة بره الملعب وجوه الملعب اه فعلا النادي الاهلي انت قعدت مثلا من عمنا في 2015 تقريبا 8-9 سنين حتة الباكليفتي دي وافكرش فيها حتة الباكليفتي دي هي بتدافع وبتجيب جوان وتصنع اهداف وانت مش واخد بالك صح وسبب الاهتزاز في النادي الاهلي انه طلع منه اهم وانصرون فيه علي معلول ومحمد عبد المنعم صح فاعتقد ان يحيى عطيوت الله هيعوض جزء جبل من علي معلول واشرف داري هيعوض جزء جبل من محمد عبد المنعم بس مش هيبقوا على نفس المستوى لذن مش هيبقوا على نفس المستوى عظيم التالت تالت بعرفش بقى الناس تفتكروا ولا جوزيف أنتون بل ده كان جون بقى نادي المقاولين العرب وجون منتخب الكاميرون فاكروا يا كريم طبعا لا مش فاكروا ما حضرتوش بصباح ده كبير طبعا يعني يكفي ان هو واقف سنتين مع المقاولين العرب جاب لهم دوري واثنين افريقيا يعني حاجة ما حصلتش دولات تلاتة لفوقت نظري اعظم تلاتة جنف في تاريخ الناس عايزة عرف انت رأيك كيف بس هقول لك بقم واحد بالنسبة دي وانا دايما بقول كده في البرنامج هو ده اعظم محترف اجنب جيه في تاريخ كرة القادمة بالمصرية علي معلول بحجم التأثير طبعا الاتنين اللي جايين دول بقى انا شفتهم فاستمتعت بيهم الاتنين شفتهم فاستمتعت بيهم بس ما انت قلتها طبعا ايمانويل ده لقى ببرشلونة وكان فيك وارش كمان كان حاجة عظيمة وانطون بيل طبعا خطير بس اقول لك لانا شفته علي معلول بالنسبة لي اعظم محترف اجنب جيه في مصر تاني واحد كنت باستمتع بي اوي او تاكا اه طبعا وабатول اتالت واحد باستمتع به فرجاني ساسي اه يعني انا مكلمك على دللة اول واحد ده على مستوى الانجازات والارقام علي معلول عظم محترف الاتنين دول كنت باستمتع بيهم اوي وتاكا وفرجاني ساسي فرجاني ساسي برضو كنت تكلم لما تيجي فرجله تحسس قرة مبسوطة اه هي دي حلوة دي حلوة كرة مبسوطة هي فرجل فرجاني ساسي فيه لعيبة كده. وطبعاً بقى فيه لعيبة عظيمة يعني. بس لو حد بفاجأة يقول لي. يا كان عادتة فلافيو. كل دي ناس عظيمة عادة كرة المصرية وفيه اسماء اكتر واكتر كمان. لو تعرف انت فلافيو ده قعد عشر مرشاط ما يجيبش ولا جود. فاكر. وقدارة الاهلي كانت مش مش مبسوطة بيه لك ان تصميم جمهور عليه. وجمهور الاهلي كانتش مبسوط بيه. جزيجه اه من والجزي. تصميم من والجزي عليه. طبعاً. بهدف تاريخي في الناد الآخر. صح. ساميل حقيقي شرفت ونورت. لعادة معك حلوة. مفيدة. هممسوطة نحن مع بعض كل اسبوع. ناخد جولة كده لكل المحترفين اللي موجودين في الدول المصري وعملوا ايه. بعد كده هيجولك بعد كده يقولك انت قلت عليها وحش وقلت عليها حلو. بس الحلقة يتعظم. وبرضو في الحلقات برضو قبل موصل الاتقالات هنبتدى نرشح لعيبة كويسة. تبقى موجودة. تبقى مناسبة لأنديها المصرية. ويا رب يبقى كله في صالح الكرة المصرية في النقيقة. سميل شرفت ونورت. بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا مع سميل عبدالتواب. راح بينا كده وجيه في الماضي وفي الحاضر. وكان كلام عظيم جدا. ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشر. رب تكونوا استمتعتوا معنا. شوفكم يا رب. على الف خير.